قلق الحرب هو الخوف من الأحداث التي لم نكن نتوقعها سواء الذي وقع عليهم الحرب أو لمن حولهم يعني لو شفنا الآن الناس وعندهم قلق من الحرب ليس في الذين في فلسطين ويتعرضون إلى القصف بالشكل المباشر حتى البلدان المجاورة لهم الآن هم يتوقع بظرف ما انتهت الحرب هناك أو لو أسمح الله صار شيء مزعج لأهلنا في غزة أو لحماس أنه انهزمت ثم علينا الدور نحن هذا الحكي عارفينه ولهذا السبب يزداد قلقنا وخوفنا من المستقبل في أنه قد يقع علينا كوارث نتيجة هذه الحرب فقلق الحرب لا يقف على من هم تحت القصف وتحت العنف أو الإرهاب الصهيوني على من حولهم أيضا يعني نحن ننكر أنه مخططات بني صهيون أنه الامتداد من النهر إلى النهر هذه مخططاتهم وإحنا حارفين هذا الكلام وللأسف أنه نتجاهل هذا الكلام رغم أنه نرى التطبيق له في أرض الواقع لكن هذه المعلومات التي عندنا أوجدت عندنا خوف وقلق على المستقبل لا نعرف أين نتجه لا نعرف الاتجاه الذي نسير فيه بالحياة يعني الآن نحن قد نتعرض إلى نفس ما تعرضه له من قصف مستقبلا لهذا السبب هذا يعني يبني عنا نوع من القلق وعدم الراحة في الحياة والخوف على المخاطر الآن اللي تحت القصف مجرد شربة ماء لا يجد نعم قطرة ماء لا يجد مجرد لقمة الطعام كسرة خبز لا يجد إحنا بعضنا لما ما نلاقي بعض المتطلبات أو بعض الأساسيات الطبيعية بالحياة حتى أحيانا بعض الأطفال لدينا إذا ما لقى نوع من الطعام بيقلق النوع من الطعام اللي هو بيحبه إنه بيحكي لك هذا اللي أنا بيحبه هذا الطعام مش موجود أو خلص عند أهلي فبيقلق على هذا الموضوع بنزاج فما بالكلمش لاقي طعام أصلا نعم دكتور خلينا نتناول الموضوع من جانبين جانب الأشخاص اللي الآن هم تحت الحرب بإنعدام كل مقومات الحياة هم في حالة محاولة البقاء على قيد الحياة وليس العيش نتحدث عن الوضع النفسي لهؤلاء الأشخاص هل هم الآن مستوعبين لشكل حياتهم الذي تغير هم في حالة إنكار ممكن في حالة إنعدام حتى الشعور يعني فيه أشخاص بيوصلوا مرحلة مش قادرين يشعروا بالحزن والألم نتحدث عن جانب الناس اللي الآن موجودين في غزة تحت الحرب والأشخاص اللي عم بيطلقوا أخبار الحرب أو خايفين من امتداد الحرب سيد داني أحنا الموضوع أنه ما في حد بيشعر بالألم هذا الحكي مش صحيح نعم الإطلاق لكن إيش اللي بيسير اللي بيسير أنه إنسان قد يكون هناك يتبنى بعض المعتقدات الدينية تخفف عليه الألم الذي يتحمله نعم لكن لا يوجد ألم لا هو يوجد ألم لكن الألم يتكيف له الإنسان ويساعد على ذلك المعتقدات الدينية التي يتبنىها في حياته يعني الآن من يخفف علينا ويواسينا أنه شهدائنا في الجنة هذه العبارة وآية من القرآن الكريم لا تحسب أن الذين يقتلوا في سبيل الله أموات بل هم أحياء عند ربهم يرزقون هذه الآية لوحدها كفتنا بأنها تريحنا وتعطينا نوع من الراحة والأطمئنان بأنهم في خير حتى لو تعرضوا للقصف هذه الآية بحد ذاتها تعطينا نوع من الأمان فعندنا نحن الآن معتقدات دينية تعلمناها في حياتنا هي تريحنا وتساعد في الاستمرار يعني أهلنا في غزة ربنا يكون في عونهم هناك بعض الآيات يؤمنوا بها بما نزل في كتاب الله تبارك وتعالى فإيمانهم فيها المطلق هو الذي يساعد لهم على تحمل الألم وتحمل الفقدان لمن حولهم وتحمل كل الضائقات التي هم فيها يعني مثلا الآن ما في طعام ما في شراب ما في صحة ما في مواصلات ما في حتى سبل للنوم نعم إحنا لو تصورنا يعني سألتني قبل قليل كيف يكون القلق لو كل واحد فينا حتى يفهم هذا المفهوم بس يحرم نفسه من بعض المتطلبات الأساسية نعم تصور يتروحوا اليوم على البيت ما تلاقي طعام مش ما تلاقي طعام لأنه مش مطبوخ لأنه ما فيش أكل أصلا نعم تصور أنك تكون عطشانا ما تلاقي قطرة من الماء تشربها نعم تصور أنك أنت تنام ما تلاقي وقت أنت بتكون على نعسان بقمة النعص ومش قادر تنام لأنه ما فيش مكان آمن تنام فيه نعم نعم ويمكن هاي إحنا نحكي هي ما يعني يشعر فيه ويعيشه اليوم أهلنا في غزة ولكن أيضا بيكون فيه قلق من المستقبل إيش رح يصير لبعدين لقدام انتهت الحرب إيش اللي رح يصير لبعدين فيه أشخاص فقدوا مش بس يعني مش بس المنازل فقدوا أشخاص زي ما ذكرنا فيه إشي بعزيهم ولكن فيه أيضا ممتلكات تم فقدانها فتحكي لنا عن هذا النوع من القلق هو أول قبل ما نتكلم عن الفقدان الاجتماعي والفقدان المادي اللي فقدوه في عنا إحنا إحنا إيش اسمه بعلم النفس عن إيش اسمه اضطراب ما بعد الصدمة البتلس دي وهو تشخيص مصنف في جامعية الأطباء الأمريكي النفسية و دي أسم فايف و مصنف عالميا يعني هو اضطراب يصيب الإنسان بعد تعرضه لصدمات أو بعد تعرضه لضغوط متتالية يعني نصور انت صار لك 21 يوم أو 23 يوم ما ضغط النوم بحرمان كامل الآن هذه الضغوط تؤثر على الإنسان وتعطي نوع من الاضطرابات النفسية منها القلق عدم الشعور بالأمان بالحياة الاكتئاب الحزن تعطي نوع من أحيانا من أشكال أخرى مثل الرهاب والرهاب الساح والأماكن يعني هذا الطفل اللي هل ممكن ما تظهر الأعراض بهذا الوقت يعني ممكن كمان نعم هذا الوقت وقد تستمر فترات طويلة بعد انتهاء الحرب نعم حتى إن شاء الله بإذن الله النصر والعزة لأهلنا وأخواننا في فلسطين قد تستمر حتى بعد الذي تعرض لهذه الأصوات العالية والصواريخ والأصوات والإرهاب الصهيوني هذا اللي تعرض له وعدم الأمان هذا قد يؤثر عليه حتى ومستقبلا حتى قد يبقى بعض الناس معاهو طول العمر حسب كمية الصدمة التي تعرض إلها الآن إحنا الصدمات عشان كنحنا نعرفين إيش أثارها النفسية الحالية وآثارها المستقبلية على مصطوى النفس أولا في عنا بيصير أحلام مزعجة هذا القدر على النوم بالشكل المتواصل والمنتظم ويصبح هناك أحلام نوع من الأحلام المزعجة نوع من اللي إحنا نسميها الفلاشات أو اللي النقزات جفلات بتكون بشكل مستمر ليش نتيجة الإنفعال اللي تراكم يعني إحنا الآن خلينا نأخذها كمثال لو واحد فينا تعرض في حياته لفرح بناشى نحكي حزن لفرح معين الآن هذا الفرح لو سألت واحد مثلا لما نجحت للثنوي العام من قبل عشر سنوات إيش هداك اليوم؟ بتلاقيه بحكي لك يا بالتفصيل إيش صار معاك الأسبوع الماضي إيش لبست إيش أكلت إيش يربت بينسى لأنه حداث عادية لكن هذه الحدث هزم شعره الآن هزم شعره بالسعادة فما بالك لو هزم شعره بالخوف والحزن والألم الآن الخوف والحزن والألم يبقى أثره أطول أثره أطول من ناحية أنه قد يبني أفكار غير سوية عند الإنسان قد يبني عند الإنسان نوع من حب الانتقام من من هم تسببوا له في ذلك أو من كان له تعاون في ذلك عليه أو على من هم يخصوا أو هم أقارب إلو تم انتهاك لكن في أعراض جسدية ممكن تظهر أيضا نعم أشخاص ربي عن القلق شو هي هذه الأعراض؟ هي تختلف من إنسان لإنسان يعني الآن مثلا بعض الناس تظهر على جسم ونوع من الأعراض نحن نسميها اضطرابات سايكوصوماتية أو اضطرابات كونفرجسنس دوردر يعني هذه هي استيرية تحولية تمام؟ الآن الأعراض سايكوصوماتية مثل ضغط الدم مثل السكر مثل الربو والأمور هذه أمراض جسمية لها أصول نفسية تمام؟ هذه قد تستمر مع الإنسان طوله الأمر إذا وقعت وقعت وتعرض لضغط فترة معينة وأحدث مرض وهذا الضغط أو هذا الأمر اللي وقع الجسمي كسكري أو ربو أو أوه الأخير قد يبقى طوله الأمر يمكن الإشكال دكتور أننا اليوم نتحدث عن هذا الجانب النفسي الصعب ونعرف جديته وأهميته ولكن للأسف هم حاليا لا يملكون رفاهية حتى التفكير بالتبعات النفسية المحور الأخير اليوم لازم أيضا نضوي عليه فيما يتعلق بتأثر الأشخاص بحالة الحرب اللي عم نعيشها في كثير أشخاص بيحكولك أنا مش قادر أكمل حياتي طبيعي مش قادر أقوم بواجباتي أيضا الأشخاص المحيطين وتأثرهم نتحدث عن هذا الجانب والله هو إحنا قصتك إيش مرحل العلاج فيما بعد لا عم بقصد عن إحنا هلما بنحكي الناس اللي تحت الحرب الآن بدي أنتقل لناس اللي عم بيسمعوا أخبار الحرب الشعوب المحيطة الشعوب المؤازرة وشبت صحهم لا يقدروا يعني يقدموا الدعم وكمان قدر الإمكان يكملوا أيضا في حياتهم هو أول شيء اللي احنا بدنا نفهم هو أنه مدى المخاطر التي تحثنا أو تقع علينا نعم الآن إحنا شفنا كيف الناس خذلوا أخواننا في فلسطين من مسؤولين وغير مسؤولين من شعب ومسؤولين عنهم الآن لو أجينا نظرنا إلى أنفسنا لو وقعنا في نفس الضائقة رح نلاقي نفس الشيء فهذا أول تفكير رح يبنى عننا أحنا أنه أنا لو وقعت في نفس الضائق وهو وقع فيها رح ألاقي نفس التعاون مثل ما أنا قدرت أساعده رح يقدر يساعدني بالطريقة هذه فقط رح يجد من يمنعه عن مساعدتي مثل ما أنت وجدت من يمنعك عن مساعدته فالآن هذا يخيب ظنك بمن حولك أولا تفقد الأمان من ناحية أنك أنت علقت الأمان الأمان في من حولك فتفقد ثقتك في من حولك هذا أول شيء الشغلة الثانية الأهم منها اللي هو نظرتنا للمستقبل إيه كيف رح تكون نظرتنا للمستقبل أنه في حال أنه وقعنا في ضوائق ووقعنا في كوارث مثل هيك سواء كوارث حروب أو كوارث طبيعية إذا أنت بالكوارث الحروب ما وجدت ناس حولك فلم تجد أحد حولك يفقدنا الثقة بمن حولنا يفقدت نقة بأنفسنا في كثير من الناس يفقد الثقة في نفسه وفي من حوله لأنه لم يقدر على الحصول على المساعدة أو الدعم النفسي أو الدعم المعنى أو الدعم المادي منهم هذا يبني عند الإنسان نوع من نظرة سوداوية للحياة بأنني أنا لازم أعتمد على نفسي أو أعتمد على من هم أقرب لي ولا أعتمد على من حولي هذه النظرة حقيقة تفسد معنى الحياة تفسد معنى التعاون الذي نعلم عليه في حياتنا نعم نحن تربينا في حياتنا على التضحية لكن مستقبلاً ستفقد هذه التضحية اللي نحن بنينها في أنفسنا وتعلمناها وورثناها التعاون والتضحية والشهام والشجاعة هذه كل المعاني اللي نحن تعلمناها في صغرنا قتلت ودمرت بسبب هذه الظروف اللي نحن وجدناها من أنفسنا ومن من وقع عليهم الألم الآن هذا يحدثنا عدم شعور بالأمان بحياتنا حالية وخوف من المستقبل نعم إذن شكراً لوجودك معنا دكتور فراس الحبيس أستاذ مشارك في قسم علم النفس أهلاً وسهلاً بحضر عياك الله فراسة سعيدة